الواحد يقول لي مانزل لما تسترر بشارة بالميلاد المسيح إلا في إنجيل معلمنا لوكا البشير هو إنجيل ماري مرقص ناعته للرومان والرومان ما يهمهمش إنه واحد اتولد من أبناء داود أو إبراهيم دول شعب يعني ناسه الإمبراطورية لذلك اتدى الإنجيل بتاعه كتاب إنجيل يسوع المسيح ابن الله مباشرة جدا لأنه در رومان ما يهمهمش ابن داود ابن الرهيم وحنى الحبيب في إنجيله كانت قصة الميلاد والبشارة كل دي كانت معروفة في الدنيا كلها لأنه كتب إنجيله تقريبا بعد سنة تسعين ميلادية فأتكلم عن الميلاد الأزلي للسيد المسيح البد كانت كلمة أو كان اللوجوس وكان عند الله تنهل والله ومجرد الميلاد قالوا شي يحنى 11 والكلمة صار جسداً وحنى بيننا ورأينا مجده ومجدًا كما لوحيد مننا كل الأب مجرد البشارة بسيطة لكن البشارة ما لهاش في إنجيل معلمنا مكتة قال إن الملاك كلم يوسف النجار في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مرن من رأتك أو قطبتك ليه لأن الذي حجل به فيها هو من الروح القدس يعني قبل البلاد الأزلي ليس ضروري إن كل الإنجليين يقولوا كل حاجة ترجمة نانسي قنقر